بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة كنا من كام يوم بنسمع بيع الدهب بتاعك مش هتعرف تحصل على نفس القيمة ولا هتحقق نفس التارجت للمكسب فبسرعة قبل الخسارة بيع الدهب بتاعك دلوقتي بقالنا يومين بنسمع لا الدهب زينة وخزينة وبدأنا نسمع تاني انه مخزن للقيمة وبدأنا نسمع تاني ان يبخت اللي اشترى دهب بالفعل يبخت اللي معاولة وجرام دهب ليه؟ لانه في الايام اللي جاية وبعد التطورات العالمية والتطورات العسكرية اللي حصلت مبارح واول الموضوع هيبقى في حتة تانية خالص ممكن نشوف جرام الدهب بيوصل ل4000 جنيه وبمنتهى البساطة وممكن يكون الموضوع في شهرين اتنين وممكن نكون الاقية بتوصل ل6000 دولار للاقية وهي دلوقتي مش عارفة تكسر حاجز الالفين ولو اننا بدأنا نشوف ارتفاع هقول لحضرتك القصة كلها فين ولو معاك دهب تعمل ايه بالزبط ولو لسه ملحقتش الفرصة ايه اللي المفروض ان انت تعمله في الايام اللي جاية عشان تحفظ قيمة اموالك ومش بس تحفظ قيمة اموالك لأول مرة بنقول عشان نضاعف المكسب وكمان يكون الترجط حلو جدا جدا من المكسب هكلم حضرتكو في الكلام ده كله دلوقتي بس ياريت لو حضرتكو مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد لازم تكون عارف انه مبارح كان فيه تطورات عالمية بتقول لحضرتك ان الدهب هيوصل الى 4000 دولار للقوقية مبارح شفنا مؤتمر اللي شقيقت زعيم كوريا الشمالية وكان للزعيم نفسه بيقول ايه بيقول بنا توعد بالرد النووي الصاحق لامريكا اذا لم تتخلى الولايات المتحدة الامريكية عن سياستها العدائية ضدنا وعلى فكرة بالفعل اطلقوا صاروخ مبارح بالليل بلستي عبر للقراط دفاعا عن النفس وقالوا ان هما اطلقوا الصاروخ ده دفاعا عن النفس طيب المحللين الاستراتيجيين والمحللين العسكريين لما جانوا يشوفوا الصاروخ لقوا ان الصاروخ كان بيعمل بالوقود الصلب مدى كبير جدا جدا ارتفاعوا 6,648 كم الخبراء قالوا ان النوعدة من السواريخ قادر جدا وبمنتهى البساطة على الوصول للولايات المتحدة الامريكية طيب امريكا قالت ايه جو بايدن انبارح لما حاب يرد رد بطريقة تانية خالص وغير مباشرة رد بانه ارسل قنابل عنقودية لاوكرانيا عشان تحارب بيها روسيا وبكده با هو رد على مين على كوريا الشمالية اصدو يقول ان انا قادر على الرد طيب الراجل بتاع كوريا الشمالية ده لازم تكون عارف انه مجنون لما بيقعد حد حتى يتفوض معاه في اي شيء لما يحب يرد ما بيردش بالكلام بيرد بالقنابل بيسلح نووي بسواريخ باي شيء الراجل ده بالذات كل الدنيا بتعمله الف حساب يعني امريكا اكيد عاملاله حساب طيب هو اصلا حرب روسيا اوكرانيا لسه خلصت زي ما احنا بل بالعكس روسيا دلوقتي قالت ان هي هترد على اوكرانيا في حال استخدامها للقنابل العنقودية اللي امريكا بعتتها لها هترد به النووي يعني كده عندنا روسيا واوكرانيا مع بعض وما تنساش الصين الاسترداد تايوان الصين قبل كده احنا قلنا في شرارة حرب بينها وبين امريكا يبقى عندنا روسيا واوكرانيا الصين وامريكا كوريا الشمالية وامريكا طبعا حضراتكوا عارفين جو الحروب كورونا اوبئة امراض اي شيء حروب نزاعات عسكرية الساعات دي بس هي اللي الدهب فيها بيوصل لمستويات ما بتبقاش محسوبة ما بتبقاش مسبوقة ما بتبقاش طبعية بتوصل لمستويات غير عادية لانه لو لا قدر الله وطبعا محدش بيتمنى ده ابدا في حال انه نشبت شرارة واحدة في حرب بين دولتين بس من دول مش متخيلين الوضع هيكون ازاي هي القصة مش هتبقى في الدهب بس الناس مش بتاكل وتشرب دهب طبعا حضراتكوا تقدروا تقيسوا على روسيا واوكرانيا لو تفتكروا حرب روسيا واوكرانيا تاني يوم الصبح كان فيه كساد اقتصادي كان فيه وقوف في حرجة التجارة العالمية من يومها بدأت يبقى فيه عندنا ازمات ما كناش بنسمع عنها قبل كده عمرنا ما كان التضخم عندنا 41% عمرنا ما كان عندنا شحي في الدولار وعمرنا ما كان عندنا نقص في السلع انت متخيل من يوم حرب روسيا واوكرانيا التاني يوم الصبح بدأنا نسمع الموضوع وكأن الحرب حصلت عندنا احنا وتأثيرنا احنا كان اكتر من تأثير روسيا واوكرانيا نفسها الازمات نقص السلع نقص الدولار غلاء اسعار مصايب تانية كتيرة جدا وكساد اقتصادي وكمان التضخم بيرتفع بشكل رهيب جدا جدا عشان تكونوا عارفين احنا وصلنا 41% باعلان من البنك المركزي رسميا التضخم وقال انه لأول مرة بيعلن رقم زي ده في مصر ده سببه السنتين بتوع كورونا وسببه حرب روسيا واوكرانيا طيب القصة كلها بقى دلوقتي انا اعمل ايه مش معايا دهب اشتري ولا مشتريش هقول لحضرتك الاول عالميا عالميا لازم تكون عارف انه الاسعار الموجودة اسعار عادلة ومحترمة يعني حضرتك كمان مش هتكون مظلوم وانت بتشتري عندنا احنا هنا في مصر الموضوع مختلف شوية وفي زيادة لسه 450 جنيه او 400 جنيه جايين من فرق تسعير الدولار في البنك المركزي عن السوق السوداء لانه عندنا احنا الدهب بيتباع بالسوق السوداء ولكن برضو لو حضرتك حابب تشتري هنا في مصر المستويات اللي موجودة مش عادلة لكنها محترمة انا بقول لحضرتك لا بوصي بشرة ولا بغير شرة ولكن الناس اللي اشتري الدهب اسبر على الدهب اللي معاك اوعد بيع جرام واحد من الدهب حتى لو كنت محتاج له شوف لك باب تاني اتصرف منه لكن الدهب خليه اخر اختيار عند حضرتك ليه لانه الدهب في الايام اللي جاية لو لا قدر الله ده حصل هيحقق ترجط للمكسب محترم جدا طيب ان شاء الله لو ربنا يعني سلم وكل ده ما حصلش او ما حصلش اي حرب ما بين الست دول دول طيب ماهو احنا عندنا بعد شهر 9 ان شاء الله احنا تأكدنا انه خلاص هيرفع اسعار الفايدة الفيدرالي الامريكي هيرفع اسعار الفايدة لمدة مرتين بس ما عادش ينفع او ما بقاش ينفع انه يرفع اكتر من كده بقى عنده ازمات بقى عنده ديون بقى عنده سقف الدين كبير جدا وبقى عنده مشاكل في 10 شركات من اكبر شركات امريكا وكمان بقى عنده مشكلة في البنوك والقطاع المصرفي فما بقاش يقدر انه يرفع اكتر من مرتين لسه عنده 2% وعايز يعمل ليهم فرح انه خلاص وصل لل 2% المستهدف بتاعه اللي كان اي لنا عليهم هيوصل لل 2% وهيهدأ مش هقول له حضرتك هيخفض اسعار الفايدة لكن هيثبت في الاجتماعات القادمة بقاله 10 اجتماعات بيدرب بكل شيء ضرب الحائط لا يقضأ عرض الحائط لا يبالي لأي شيء ولا اقتصادات دول ولا غيره ومن بعدها هنشوف الموضوع بيختلف تماما يعني لو حضرتك معاك دهب سواء ده حصل او ما حصلش بلاش تفرط في جرام واحد من الدهب اللي موجود مع حضرتك لانه حضرتك لسه ما وصلتش لطارجة المكسب اللي المفروض كنت تتحققه حتى لو كنت شاري على الغالي او شاري بسعر قليل طيب بالنسبة للناس اللي حابة تشتري بالنسبة للناس اللي حابة تشتري لا حضرتك دلوقتي المستويات كويسة اه هنقول مش عادلة خلاص احنا قلنا انه عندنا احنا هنا للدولار في مشكلة فالدهب بيتسعر سعر الدولار في البنك المركزي مش في البنك المركزي في السوق السوداء في عندنا في البنك المركزي 30.90 وبرى 39.5 يمكن كمان تسعير جرام الدهب اعلى من السوق السوداء بحوالي جنيه او 2 جنيه والتركوا ده كده سعر تحوطي طيب اشتري ولا ما اشتريش اول حاجة هتقسم حضرتك محفظتك الاستثمارية هتسيب فيها جزء 25% للدهب 25% دول دول اللي هتشتري بيهم الدهب بتاعك ومش اي دهب هتشتريه زي ما قلت لحضراتكم كتير جدا احنا مش بنشتري شبكة الدهب دايما هيفضل مخزن للقيمة واول عملة ربانية ممكن تحفظ قيمة اموالك بالنسبة لللي جاي واللي بنسمعه عن التعويم وعن التضخم يبقى الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحفظ قيمة اموالي دلوقتي هي الدهب ازاي اشتري الدهب زي ما قلنا اول حاجة حضرتك هتخصص الجزء من محفظتك الاستثمارية والجزء اللي هترصده للدهب بعد كده هتروح الدهب هتروح الساغة على انخفاضات يعني كل ما تشوف نقطة انخفاض هتاخد جزء من فلوسك وتروح بجي الساغة مش هنشتري بفلوسنا كلها مرة واحدة ايه نوع الدهب اللي هتشتريه سيبها لحضراتكم الحلقة دي فوق اخطاء كارسية كلنا بنعملها واحنا بنشتري الدهب لو تفرقت على الحلقة دي هتعرف ازاي تشتري دهب ايه نوع الدهب اللي هتشتريه ايه نوع السابيكة اللي هتشتريها ايه نوع السابيكة اللي المفروض ما تلجأش لها ابدا وايه نوع جنيه الدهب والجرامات في الدهب بتكون ازاي السابيكة بيكون كم جرام كام عيار كام والجنيه الدهب المفروض بيكون عيار كام خالص ولا مش خالص دهب مخلوط ولا مش مخلوط وبيانات تانية وحاجات تانية كتيرة جدا ممكن حضرتك ترجع لها للحلقة كمان هتعرف ازاي تقدر تحصل على فطورة تقدر من خلالها وحضرتك بيبيع الدهب بتاعك تحصل على قيمة الكاشباك كاملة لانه لو حضرتك ما تعرفش من خلال السبيكة او الجنيه الدهب حضرتك بتحصل على قيمة كاشباك تقريبا 50% من نص المصنعية اللي حضرتك دفعتها كمان الدهب المشغولات الزهبية مش هنشتري ابدا اي مشغولات زهبية اونلاين من خلال صفحات الفيسبوك والانترنت تقدروا حضرتك وترجعوا للحلقة دي لانه مش هقدر اقول كل البيانات كل حلقة اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتك وحبيت اقولك على التطورات اللي بتحصل النهاردة التطورات اللي حصلت النهاردة كانت تطورات خطيرة جدا 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 طبعا ما بنتمناش ان ده يحصل ولكن انا دايما بحب اقول لحضرتك الجديد اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتك استفدتوا منه ولا وبمعلومة واحدة وبنتظر من حضرتك ياريت باستأذنكم لو الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وأشوفكم فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله